أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم في كنف الوحي برنامج نطل عليكم من خلاله في كنف الذكر الحكيم قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقط الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنا بالله صدق الله العلي العظيم بداية لا بد من شرح بعض المفردات الواردة في السورة المباركة الضحى انتشار نور الشمس تلاها أتبعها جلاها أظهرها وأبرزها يغشاها يغطيها ويلبسها السواد زكاها طهرها أما هوية هذه السورة المباركة فهي مكية بالإجماع وعدد آياتها خمس عشر آية ومحتوى هذه السورة وفضيلتها هذه السورة في الواقع هي سورة تهذيب النفس وتطهير القلب من الأدران ومعانيها تدور حول هذا الهدف بالذات وفي مقدمة هذه السورة المباركة أقسم الله سبحانه وتعالى بأحد عشر مظهرا من مظاهر الخليقة وأيضا بذات الباري سبحانه وتعالى من أجل التأكيد على أن فلاح الإنسان ونجاحه يتوقف على تزكية نفسه والسورة فيها من القسم ما لم يجتمع في أي سورة أخرى وفي المقطع الأخير من السورة ذكر لقوم ثمود باعتبارهم نموذجا من الأقوام التي طغت وتمردت وانحدرت بسبب تركها تزكية نفسها انحدرت إلى الهاوية والشقاء الأبدي والعقاب الإلهي الشديد هذه السورة القصيرة في الواقع تكشف عن مسألة مصيرية هامة من مسائل البشرية وتبين نظام الإسلام في تقييم أفراد البشر وفي فضيلة هذه السورة أيها الأحبة وفي فضيلة تلاوتها يكفي أن نذكر حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وآله قال من قرأها فكأنما تصدق بكل شيء طلعت عليه الشمس والقمر أما إذا أتينا لنسيرا في كنفي هذه السورة المباركة أولا الظواهر الكونية والنفس الإنسانية إن اقتران النفس الإنسانية أو إن اقتران النفس الإنسانية مع الظواهر الكونية كالشمس والقمار والأرض والسماء والليل والنهار مع ما تتضمنه هذه الظواهر من عظمة يدل على عظمة النفس الإنسانية ومدى دورها في هذا الكون العظيم فموضوع النفس الإنسانية أيها الأحبة موضوع خطير وعظيم كعظمة السماء والأرض والشمس والقمر إلى ما هنالك من ظواهر طبيعية كونية فهي أي النفس الإنسانية تستحق الاهتمام من الإنسان ومعرفة ما يصلحها وما يفسدها كما أن هذه الظواهر تستحق التفكر والتدبر من هنا تعمل هذه الأقسام على تحريك الفكر في الإنسان كي يمعن النظر في هذه الموضوعات الهامة من عالم الخليقة وليتخذ منها سبيلا إلى الله تعالى فالشمس مثلا ذات دور هام وبناء جدا في الموجودات الحية على ظهر البسيطة فهي إضافة إلى كونها مصدرا للنور ومصدرا للحرارة وهما عاملان أساسان في الحياة الأرضية تعتبر مصدرا لغيرهما من المظاهر الحياتية حركة الرياح وهطول الأمطار ونمو النباتات وجريان الأنهار والشلالات بل حتى نشوء مصادر الطاقة مثل النفط والفحم الحجري كل واحدة منها يرتبط بنظرة دقيقة بنور الشمس ولو قدر لهذا المصباح الحياتي أن يمطفئ يوما لساد الظلام والموت في كل مكان هذا جانب من التفكر في بعض ما أقسمت به هذه السورة المباركة وهو جزء بسيط جدا من هذا الكون الشاسع الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ثانيا عاقبة أمة لم تهذب نفسها الفلاح والخيبة الناتجان عن تزكية النفس وعدم تزكيتها غير مقتصرين على الإنسان الفرد أيها الأحبة بل هذه السنة الإلهية تنطبق على الأمم والآيات الأخيرة من هذه السورة المباركة تشير إلى هذه السنة الإلهية فتتحدث عن مصير قوم ثمود بعبارات قصيرة قاطعة ذات مدلول عميق ودقيق جدا في هذا المجال فقوم ثمود من أقدم الأقوام التي سكنت منطقة جبلية بين الحجاز والشام وكانت لهم حياة رغدة مرفهة وأرض خصبة وقصور فخمة غير أنهم لم يؤدوا شكرا هذه النعم بل طغوا وكذبوا نبيهم صالحا عليه السلام واستهزأوا بآيات الله فكان عاقبة أمرهم أن أبيدوا بصاعقة سماوية ثم تستعرب مقطعا بارزا من طغيان القوم وتقول إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقط الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخافوا عقباها بينما تعلمون أن الذي عقر الناق فردا واحدا وليس جميع القوم عقر الناق شخص واحد بينما نسب العقر إلى قوم ثموت جميعا قال تعالى فعقروها وهذا يعني أن كل هؤلاء القوم كانوا مشاركين في الجريمة وذلك لأن هذه الجريمة تمت برضاء القوم فهم شركاء في هذه الجريمة بهذا الرضاء وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال إنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا فقال سبحانه فعقروها فأصبحوا نادمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر